النهاردة نزلت عشان تعمل توكيلات للسيد الرئيس عفتاح السيسي ايوة انا بقول لك معلومة لو انت مش عارف المعلومة ده الكلام ده النهاردة اليوم بعد على طول الهيئة الوطنية الانتخابات الناس نزلوا على طول مكاتب الشهر العقاري بيحرر توكيل للسيد الرئيس لانه لازم يجمع توكيلات من الناس يجمع توكيلات من المواطنين السيد الرئيس يعني انت رشعه بناء على ايه بناء على طلب الشعب بناء على رغبة الشعب اللي هي التوكيلات دي يعني الرئيس تاني اعلانه لخض الانتخابات الرئاسية طلب الشعب الشعب يطلب من الرئيس انه يخض الانتخابات الرئاسية الرئيس زي ما قال قبل كده او زي ما يقول النهاردة عن برح ليس راغي في هذا الامر ولكن طلب الشعب ينفذ امر الشعب ينفذ الشعب عايز الرئيس يخض الانتخابات يخض الانتخابات طب يخض الانتخابات بناء على ايه على فكرة كان أسهل حاجة الرئيس يعمل إيه عشرين نائب من البرلمان ده مش عشرين ستمائة نائب يعني ستمائة نائب من البرلمان يعملوا تأييدات لسات الرئيس لكن الشعب مجانب مجلس النواب لكن بقول الشعب الآن عندما جموع المواطنين بتكلم على أعداد هائلة بتكلم على ملايين من الناس ينزلوا يعملوا تأييدات أو توكيلات في مكاتب الشهر العقاري نطلب من السيد الرئيس عفتاء السيسي يخوض الانتخابات لا يمكن سيدة الرئيس يتأخر لحظة عن تلبية نداء الشعب طيب ده يلبى بناء على إيه على فكرة ممكن تلزل تعمل الرئيس وتعمل لحد تاني انت عايزه يعني شهر العقاري مش مفتوح عشان الرئيس بس لا شهر العقاري مفتوح يستقبل أهلين المواطنين في ربوع مصر في أي مكان يعملوا توكيلات لأي حد يرغب في خوض الانتخابات الرئيسية القادمة إنه هو لازم يجمع خمسة وعشرين ألف توكيل على الأقل من خمسة عشر محافظة كل محافظة ألف توكيل على الأقل يبقى لازم حدك من اليوم تبدأ عشان تجمع التوكيلات اللي انت عايزه فالشعب النهاردة آلاف عايز أقول لكم مكاتب الشهر العقاري لأن الشهر العقاري حددوا أماكن مكاتب الشهر العقاري للخاصة بتوكيلات الرئاسة لهو طلب ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية زي ما حاكم بتشوفوا كده بسم الله ما شاء الله أعداد كبيرة كسافة أمام مكاتب الشهر العقاري وحاول الشهر العقاري الشهر العقاري الشغال على طول اللي عايز يروح على فكرة الشهر العقاري النهاردة في أي حتة حضرتك لو عايز أي حاجة الشهر العقاري موجود روح حرر توكيل اللي انت عايزه اللي قدامكو دول عايزين سيادة الرئيس طب فيه ناس آخرين عايزين يحرروا أهلا وسهلا حد يمنعهم لا الشهر العقاري دوروا ايه تسهيل مهمة أي مواطن عايز ينزل يوكل يعمل توكيل لأي مرشح يتفضل الشهر العقاري هو جهة تنفيذية زي ما بقول كده طبعا الهائل وطن الانتخابات حددت تاني الهائل وطن الانتخابات حددت أماكن معينة التي يسمح فيها يعني مش كل ما كده بشكل عقاري أماكن معينة يسمح فيها إنه حددك تروح المكتب ده عشان حضرتك تحرر توكيل للمرشح الذي تتمنى أو عايزه يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة فزي ما احنا مشوف كده اللي وقفين واللي وقفين دول شادة الرئيس عفتا عزيز عايزين الرئيس يخوض الانتخابات دخلين وقفين عشان يحرروا توكيلات لأنه التوكيل لازم التوكيل له شروط تاني التوكيل له شروط وفيه شهر العقاري وبالتالي ما منفعش أبدا تعمل توكيل هو واحد بس ما منفعش تعمل توكيلين لا للرئيس ولا لأي مرشحة آخر أو للرئيس وحد آخر هو توكيل واحد لمرشح واحد يعني ما حد يش يعمل لأنه خلي بالحضرات ده هيكتشف شهر العقاري النهاردة مميكا مميكا فأنت لو عملت مثلا توكيل عشان تقول أنا عملت توكيلين وتشاكت في الانتخابات لا شهر العقاري هيكتشف أي محاولة للتلاعب أو للتزوير أو لمحاولة إنك تعمل توكيلين وتقول أنا شفت عملت توكيلين بإسمه واحد وبالتالي تزور الانتخابات فيها مشكلة لا الطمّن تماما أنا بقولك من بدري بردلك على أي محاولات من بدري من بدري اللي بيحاولوا يختروا على أي كلام مش هيعرفوا يعملوا حكاة دي ليه؟ الشهر العقاري مكاتب الشهر العقاري الموجودة دي مكاتب مميكا وبالتالي محدش هيقدر يعمل توكيل في مكان هنا يروح مكان تاني يعمل توكيل آخر وبالمناسبة اللي يعمل كده ممكن يتعرض لعقوبة لأنه بيحاول يعني لها بتحاول يعني تعمل إجراءات غير قانونية انت لك توكيل واحد فقط تعمل مرشح واحد فقط عايز سيادة الرئيس يتفضل عايز حد آخر يتفضل محدش يقولك لأ زي ما انت عايز يعني معنا في الأخذ من التكلم عن انتخابات اللي يجب فيه تنافسية ويجب فيه مرشحين ويجب فيه تواجد ويجب فيه جمع توكلات ويجب فيه تسهيل والحكومة يلغش علاقة ولا وزارة العدل ليها علاقة ولا الشهر العقار ليها علاقة ولا الدخلية ولا حد ليها علاقة اللي هي علاقة مين؟ الهائل وطني الانتخابات قاضي على كل صندوق زي ما قال لنا النهاردة مشارة ورية حمزة قاضي تاني شوف منتهى هو المنتهى ايه الحياد النزاهة كل حاجة تتعلق بالعملية الانتخابية قاضي على كل صندوق شوف وضعنا معنا ايه الشفافية اما انت تقول لي قاضي على كل صندوق طب فيه اكتر من كده حاجة هو ده تأكيد شفافية نزاهة انت بتعمل انتخابات حقيقية نتكلم على الموعيد النهاردة لحديدها لهذه الوطن الانتخابات فيما تعلق طبعا واعلان الفائز قبل يوم 17 يناير الجاي ليه لون ده استحقاق الاشراف القضائي الاشراف القضائي ينتهي يوم 17 يناير وعشان كده العملية الانتخابية بالكامل تتم تحت اشراف قضائي حتى امتى يوم 16 يناير اعلان منصب رئيس الجمهورية رئيس مصر لمدة 6 سنوات قادمة تبدأ 24 تنتهي 30 وعليكم خير وصحة وعفية وكرم وبلد كبيرة عظيمة ونقلة كبيرة قاوي ان شاء الله بإذن الله تعالى 6 سنوات اللي جيين دول مهمين قاوي بالمناسبة جني السمار تاني جني السمار فنتابع زيان بقول لكم هادي شايف ما شاء الله ما شاء الله حضرتك تفضل بالمناسبة انت يعني اي حد في اي محافظة له حق ينزل يرشح يعمل توكيل لمن يرغب اي حد حدش يقولك من تعملش ولا حد موضوع مفتوح للناس كلها زي ما هنا بنشوف ده مفتوح لأي حد آخر ناس ستوقف هنا يعمل توكيل لفلان ما يعمل لفلانا ما يعمل لعلان ما يعمل لأي حد ما يعمل انتخابات فانتخابات معناها من يريد أن يرشح فلان ما يرشحه فلانا يرشحها وهكذا يعني هنجد هذه الأمور خلال لام الجاي وزي ما بقولكو كده في مسألة انتخابات وهتشوفوا معنا الحكاية دي بشكل واضح فعلي طوابير هي قدام مكاتب الشارل العقاري لتحرير توكيلات لسيد الرئيس عالتاح السيسي لطلب الرئيس يخض الانتخابات دي اسمها ايه توكيلات لطلب السيد الرئيس انه يخض الانتخابات تعالوا نشوف اول توكيل عشان نوريكو اول توكيل كمان الضمانات اللي موجودة فيه او التوكيل اللي عايز يعمل توكيل بيعمل ايه تعالوا نشوف اه دكتور عصام خليل دكتور عصام خليل اول توكيل على الشاشة او اول توكيل موجود معنا ولا مش موجود يا جماعة عايز صورة التوكيل بس صورة التوكيل طيب على بال ما تجهز بس هوريكو صورة التوكيل عشان حتى تبقى شايف التوكيل ده بيتكتب في ايه والناس النهاردة عملية الاخبال الموجودة في المحافظات عايز اقولكم من عندنا من مبارح اه والناس عمالة بكرة نعمل اه الناس بالليل اه مبارح